الرقيق محمد علي مبارح لما قال لحقوني والرئيس التركي يحميني وإلى آخره طبعا كلها تمثليات يعني حمضانة يعني طلع ياسين قطاي وقال له أنا وطلع قال إنه هو أكلمني محمد وقال تتركلمني وقال لي ما تخافش إحنا معك هو مش فاكر اسمه هو مش عارف أصلا تعال نسمع الفيديو في حد من السلطات التركية تواصلت معك أو تعاملت مع النداء اللي أنت أصدرته بشكل أو بآخر يا محمد أنا هناك في حد يكلمي مين يا محمد أنا هناك في حد مستشار ياسين الدكتور ياسين أقطاي مستشار حزب العدالة والتنمية مستشار ياسين أقطاي مصبوط إيه الحوار اللي درما يعني قال لك إيه قال لي ما تقلقش وحيتم تفتيش البيت ولو في كاميرات أو في أي حاجة حمطلعها والعربيات متخافش على أولادك وحمطلع له وفي ورقة حيقدموها في جهة ما عشان مش عارف اسمها يعني حيطلعو لهم حراسة خاصة هو الولد سب عيلته ورماهم باحهم لمحمد للولد اسمه سامي كمال الدين يعني هو يعني سب عياله ومراته يمكن معرفش مراته انطلقها ولا مش معاه مش فارق معاه يعني سبهم في تركيا عند سامي كمال الدين وهو موجود في اسبانيا وبيكلم بولنا خاف على عيالي اسمه وحطين كاميرات وحطين مش عارفة ايه الهبل ايه الهبل اللي احنا فيه ايه الهبل اللي احنا فيه انا ده بيؤكد تاكلامي ان المخابرات التركية والاخوان التنظيم السري في الاخوان ما هو موجود قال لك يا عم محمد علي بقى خلاص وراء محروقة وسامي كمال الدين ود قال للأدب اصلا وعمل شغال قوات هناك عمال يوقع البيوت في بعضها وعمل يوقع الستات والرجالات بعض وغيره نخلص منهم الاثنين عادي ما ده تاريخ موجود فقالوا يخلصوا من سامي كمال الدين ده ظني وتقديري يخلصوا من سامي كمال الدين يصفوه ويصفوا الواد محمد علي الاثنين وساعتها يتقال مين اللي صفاهم مصر دي الخطة احنا بنكشفها على الهواء احنا بنكشف على الهواء بنقوله خطة كانت معدة بالاتفاق بين المخابرات التركية والتنظيم السري للاخوان محمد علي ومن سامي كمال الدين والساق الطومة بمصر احنا بنقوله على الهواء هو